اشتركوا في القناة منح فيه فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو وسفير الصيني بسامة ضابط النظام الوطني تشادي وذلك نسبة للجهود التي بذلها السفير الصيني في تطوير وتوطيد علاقة التعاون بين انجمين وبكين سيما في مجالات الاقتصاد السياسة الثقافة والتدريب المهني السفير الصيني وجي بدوره أعرب عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو على ما يقدمه دائما لتقوية العلاقات بين بلاده وشات وعقب خروجه من المقابلة أثنى سفير الصيني على متانة العلاقة وحسن استقبال وكرم الضيافة التي حضي بهما من قبل الحكومة الشادية والشعب الشادي مع انتهاء فترة عملي سفير لبلاد بيتشات حظيت بلقاء رئيس الجمهورية حيث سنحت لي الفرصة للتباحث معه حول العلاقات الثنائية بين البلدين المتركزة في التعاون المشترك وخلال اللقاء أوضحت الرئيس الجمهورية أن فرحتي وامتناني على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي حظيت بهما خلال فترة عملي الدبلوماسي بيتشات وأنا سعيد بهذا التكريم ولا أنسى ما حويت أني عملت في تشات وسأظل صديق تشات وشرف لي أن أجد دعم رئيس الجمهورية كما أتمنى أن يدوم التواصل وعلاقات الصداقة بين بيكين وأنجمين وقال السفير الصيني وجي إن هذا التكريم الذي حظيت به من طرف فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بردبة وسائم الضابط النظام الوطني جديد فخر لي ولبلادي